عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون أن لمنقشة ملفات الاقتصاد تحت عنوان التوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري طموح وتحديات ويناقش الصالون كيفية إيجاد حل للمعوقات الاقتصادية منها أزمة الدينة كما نقش الصالون ضرورة أن تكون الأفكار الاقتصادية بالأرقام المتاحة ودراسة معدلات النمو الاقتصادية كذلك توفيق أوضاع الاقتصادية الداخلية من خلال ضبط سعر الدولار وغيرها في مشروع بحثي في المقدمة قالوا أنه مشروع بحثي قامت به الدكتورة هيبة على مدار عدة جلسات سمعوا فيها الأكثر من 140 من الخبراء والعديد من التوصيات اللي صدرت في هذا المجلد الحقيقة أنه هو مجهود مشكور عليه مركز دعم واتخاذ القرار لكنه يعني فيه كلام كتير نتكلم فيه لأنها طموحات كبيرة جداً هو فعلاً مشروع بحثي ما نقدرش نقول عليه أنه هو وثيقة استراتيجية أو توجهات استراتيجية لأنه هو بيحمل تموحات كبيرة جداً تحتاج سنين أكبر من الخمس سنوات أو ست سنوات اللي بتقول عليهم الوثيقة لما نيجي القارن في الفترة من 2014 أو سنة 2014 هنلاقي أنه إجمالي الاستثمارات العامة كانت أغلبيتها تتخطى الستثمارات الكلية أكتر من 60% منها لصالح القطاع الخاص وإحنا بنتكلم فيه 20-22-23 كتنسبة اقطاع الخاص من إجمال الاستثمارات الكلية نسبة استثمارات اقطاع الخاص كتقل من 24% وإحنا عايزين هتوصل به 65% إيه هو المنهج الفكري اللي أي دولة بتتخذه؟ إحنا عايزين إيه؟ يعني إيه دور الدولة إيه هي عايزة إيه في الآخر من الاقتصاد؟ هي حياة كريمة للمواطنين يعني عايزين معدلات تنمية كويسة عشان الناس تقدر تعيش حياة كريمة بأعلى درجة ممكنة وفق وده اللي نحطه بين كوسين الممكن والمتاح في اللحظة التاريخية الحالية